أهلا بحضراتكم مرة تانية الواحد بصراحة قمة في السعادة والفخر والفرحة بشكل كبير جدا بعد إنجاز المنتخب المغربي اللي فرحونا والشرفونا ورفعوا راسنا بأداء مبهر ونتائج رائعة وكل حاجة حلوة عملت في القرى من خلالهم ورفعوا سقف طموحاتنا كلنا كعرب وكمنتخب المغرب والشعب المغربي وقالوا لنا إن يا جمان فيش حاجة اسمها مستحيل في القرى وما فيش حاجة اسمها إن ما فيش منتخب إفريقي ولا منتخب عربي يوصل نص نهائي لا حصل حصل ليه؟ لأن هما صدقوا حلموا وصدقوا الحلم بتاعهم واشتغلوا عليه بمنتهى الإخلاص والتفاني والضمير منتهى الإخلاص والتفاني والضمير عشان كده نجحوا ووصلوا فإحنا بنحييهم كل التحية وبنقول لهم أنتم مشرفيننا ومبسوطين بكم جدا ومعايشيننا في حلم والله معايشيننا في حلم هات لي واحد قبل كاس العالم ما يبتدي أو أي نسخ من نسخ كاس العالم على مدار التاريخ كان يتوقع أن منتخب عربي إفريقي يوصل نص نهائي كاس العالم ولا واحد أتحدى ولا واحد يتوقع حاجة زي كده لكن ناس اشتغلت صح قدرت تحقق النتائج دي ناس أخلصت واشتغلت بضمير بالتالي الناتج كان كده ودي جزئية غاية في الأهمية فبخلاف التحية بتاعتنا للشعب المغربي والمنتخب المغربي الجهاز فني ولعبين ومنظومة بالكامل بنحييهم ونشكرهم على الحلم ده وعلى الأجواء الرائعة اللي بنعيشها دي وعلى المستويات المميزة اللي بيقدموها والروح العالية والرجولة والأداء في الملعب كل الكلام ده احنا يعني مش قادرين نوصف لجوان من فرحتنا بصراحة بصراحة يعني وليه لأ ما يوصلوش نهاية كاس العالم اهو انت كسبت بلجيكا اتعادلت مع الكرواتيا كسبت بورتغال كسبت أسبانيا وما استقبلتش ولا هدف الهدف اللي جي في مرمكة في مطش كندا اللي كسبتها بالخطأ في مرمكة يعني ما جاش ولا هدف في مرمى المنتخب المغربي المنتخب الوحيد الموجود في نص نهاية كاس العالم ما جاش فيه جوان فليه لأ تقدر تصدر نهاية كاس العالم ليه لأ اه ما نفكرش في كاس العالم والله العظيم نقدر رومها الموضوع عادي يا دمع اصلا هم بنا قدمين واحنا بنا قدمين يعني الناس اللي في اوروبا دول والناس اللي بتنجح وتجيب بطولاته وتجيب انجازاته وتروح كالنهاية كاس العالم واحنا برضو بنا قدمين بس الفرق هنا والفرق هنا في الضمير في الشغل في الإخلاص في العمل في التفاني في الاجتهاد هو الفرق في كده بس فليه لا المغرب ما تخدش كاس عالم خلينا الاول في الخطوة اللي جاي نحلم معاهم ونشجحهم وحنفضل وراهم بدعوات كل العرب كل العرب وافريقيا بالتحديد للمنتخب المغربي بالوصول ليه النهائي كاس العالم على حساب بطل العالم المنتخب الفرنسي اللي اجتاز مبارح المنتخب الانجليزي بنتيجة اتنين واحد مش عايز انسى اسم حد في الناس دي وليد الركراكي ده واحد يعني هنا برضو هنتكلم في حاجاتها حاجي لك برضو في الحتة دي استخليني اشيد بس بمتاخب المغرب الاول قبل ما اطلع اللي جوايا والنبي يعني فبالتالي عندك ياسين بونو ايه الحرس اللي عملك العظيم ده ايه اللي ابني اللي انت بتعمله ايه الكور اللي انت بتشيلها دي ايه ده ايه ده كل الناس الموجودة رومانسايس اشرف حاكيمي سوفيان مرابط دع عظيم ده ما شاء الله الواحده ده يلعب في اي حتة في الدنيا يعني ده انا عارف ان بعد كسل عالم ده مش كسل عالم ده دلوقتي الناس عملت تليفونات قد كده مع وكيل اعماله اللي هو بوس ايه دك احنا عايزين نتعقد مع الراجل ده ماشي املاح ما شاء الله عليه اناهي كل الناس دي حاكيم زي ياش يوسف النسيرين برا حمل ارتقاء وقفزة غير طوعية عدت رونالدو عدت رونالدو اللي الواحد حزين عليه طبعا كأسطورة كبيرة لكن فرحان اكتر للمغرب سوفيان بوفال اللي حيطلع من عيني انا شخصيا حتة لعب حتة لعب يا جماعة وينج يا نهرب يض حاجة كده جمدة جدا يعني فالناس دي بدر بنون ابننا بدر بنون حبيبنا بنباركله بنباركله بدر بنون اللي شارك في الماطش اللي فات واللي قابله ماطش الاسبانيا كان مش موفق انه في ضرب الجزاء اهضرها لكن النتيجة في الاخر ان المغرب صعدت انبارح نزل ادى الدور على اكمل وجه تمام فبنحي بدر بنون ووجه له تحية اهلوية خاصة وهو كان قدامنا في الصورة وهو قدامنا دلوقتي على الشاشة تحية خاصة جدا لبدر بنون واحد اضف النادي الاهلي حوالي سنتين وكان ممتهى الاخلاص فيهم يعني فيعني الف مليون مبروك لنا كلنا كعرب والافريقية والشعب المغربي الشقيق على هذا الانجاز غير المسبوك وهما كتبوا التاريخ خلاص يعني مش محتاجين انهما كانوا يوصلوا حتى نص النهائي عشان يكتبوا التاريخ هو التاريخ اتكتب من ساعة ما وصلوا ربع النهائي ومن ساعة ما تصدروا مجموعة وكل حي